من صبح لحظكم مرة تانية وجيد الوقت معدنا مع جولتنا الرياضية محلياً وعالمياً أعلن نادي برامز تعيين اليوناني تاكيس جوني عصم مدير فني لفريق القرى في النادي علشان يقود الفريق خلال الفترة اللي جاية وبدأ المدير الفني اليوناني مهمتهم مع الفريق في تدريباته مبارح على ملعب الدفاع الجوي علشان يستعد المباراة سراميكا كريباترا في الدوري الممتاز اتعاد الفريق كريستال بالاس مع فريق ليتز يونيتد سيلي بسيلبيا خلال فعليات المباراة اللي تلعبت بينهم مبارح ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي ممتاز من نتيجة دي بيتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 14 ورصيده 38 نقطة وليد في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة الإيطالي كارلو أنشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أكد أن فريقه مستعد لأي حاجة خلال المباراة اللي تتلعب النهاردة قدام منشستر سيتي وقال أنشلوتي إن بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي مدرب رائع ومبتكر نجح النجم المصري محمد صلاح لعب ليبربول إنجليزي في تصدر قائمة اللاعبين الفائزين باللقب الرجل المباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي لأكتر من مرة وده بعد ما تم اختياره في مباراة منشستر يونيتد الأخيرة اللي تلعبت ضمن مؤجلات الجولة 30 وفاز صلاح بلقب أفضل لاعب في المباراة 13 مرة وده خلال الموسم الحالي بفارق 2 عن أقرب منافسي في الدور الإنجليزي للموسم الحالي وبكده خلصت جولتنا الرياضية هنرجع مرة تانية لهدير ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح خير يا مصر شكرا لك أدين